تحياتي لو نرجع للأيام الأولى في سوق الانتقالات هذه أو آخر أيام من موسم الماضي كنا نتوقع يكون السوق ناري ممتاز جدا في مسألة المهاجمين لكن اللي حصل بالسوق هذا مختلف خط الوسط كان هو الأولوي بالصرف وتحركت سوقه بسرعة وخط الدفاع تحرك أيضا عنده كثير السوق الوحيد اللي ما تحركت سوق المهاجمين وبهاي الحلقة راح نشرح شو عم بصير فيها فعليا اللي معطل سوق المهاجمين أكمن صفقة لعبين أول شي لو تحركوا بتتحرر السوق وبتكلم هاريكين وكلين إمبابي وبعض اللعبين أيضا ملفهم غامض كل واحد بيعتمد على الثاني ومن نفيجة هذا الطراص اللي بيشبه أحجار الدومينو لازم نفهم شو ممكن يسير بسوق الانتقالات هاريكين مستقبله بيأثر على مستقبل كثير صفقات أولا بنعرف الموضوع الآن أصبح بايرامينيخ وهاريكين فقط يعني فيش غير بايرامينيخ في سباق هاريكين والموضوع مختلفين عشرين مليون يورو تقريبا بايرام بده يدفع مية توتنهام بده مية وعشرين الآن إذا بايرام شعر إنه توتنهام مش رح ينزل عنده خيارين يا يرفع السعر ويدفع المية وعشرين وياخذ اللاعب أو يقول باستنى مجانا وبشوف السنة الجاية وهون كمان عنده خيارين يكمل الموسم بمهاجم مؤقت أو يشتري مهاجم وينسى هاريكين للأبد وهنا يعني هذا قرار قرار بايران لنفرض الخيار الأول طلع هاريكي وراح على بايران معناها باقت تنهام بده مهاجم وهون رح يرجع اسمين إحنا سمعنا فيهم واختفوا بالفترة الأخيرة كولوموانين مهاجم فرانكفورت واللي كثير ناس بتقولك هو أقرب ما يمكن ليكون هاريكين بلعب ممتاز جوه الصندوق وبره الصندوق بروح يمينه ويساره في شكل ممتاز وأيضا مهاجم صغير لسه بده نتأكد من جوته لكنه أعطى لمحات مرعبة مهاجم بنفكة قونسال وراموس وللعلم الاثنين عملت عنهم فيديوهات تفصيلية وبروفايل كامل دوروا عليهم بقناة سيلمي سبورت إذن هاريكين طلع بنتكلم أنه فيه اثنين حيرجعوا للسوق ويصير مهتمين ويتحركوا كولوموانين وكونزال وراموس طيب بنفرض هاريكين ما إيجا بايران مينخ رح يتحرك للعبين فلاهوفيج أو أيضا كولوموانين مرة ثانية ممكن يوجد صيغة مع فرانكفورت أفضل من الصيغة اللي اختلفوا عليها في المرة الماضية وفي لاهوفيج ما زال خيار مهم عند بايران مينخ زي ما بنعرف وفي لاهوفيج أنا مؤمن تماما أنه أفضل بكثير مما ظهر مع اليوبي اليوبي هو اللي فيه المشكلة في السنتين الأخيرات الآن إذا جاء في لاهوفيج معناها لوكاكو على اليوبي بسرعة هذه المسألة الأولى إذن بايران عرفنا طريقه الروح على اليوبي اليوبي بده لوكاكو ومتتفق معاه زي ما بنعرف تقريبا المشكلة باليوبي أنه ما بقدر يجيب حد إلا يطلع حد حاليا ويطلع حد بسعر كويس يعني فلاهوفيج إذا فلاهوفيج ما إيجا يوفينتوس حيصير يدور بالسوق على حدا ياخد مويس كين وممكن يبيع لعب ثانية عشان يمور صفقة لوكاكو وهذا الشيء مستبحت جدا فلاهوفيج مشكلته زي ما حكت توتو سبورد أنه ليس الخيار الأول لأي فريق يعني مش الخيار الأول لبايرن مش الخيار الأول لباريس مش الخيار الأول لمانشستر يونايت اللي حنحكي عنه ولا لتوتن هام فهو الخيار الثاني بس إذا فلاهوفيج طلع لوكاكو بيجي إذا لوكاكو إيجا معناها الإنتر بده مهاجم أو تشيلسي بده مهاجم أيضا فممكن يعني كان في كلام بطروف عن مهاجم مش حيكون سوبرستار لكن في أسماء زي موراتا أو ما شابه إذا هذه مشكلة سوق المهاجمين في اللف الأولى هاريكين حيحرك 3-4 أندية مع بعض بخط الهجوم وممكن حتى 5 أندية أو 6 يعني لما ندخل بيه تفاصيل الأمور نروح على هذا الجزء الجزء الثاني اللي مأقد أيضا بسبب كليان إمبابي بريسا جيرمان مش قادر يتحرك بالسوق لأنه عنده مبلغ رهيب لكليان إمبابي لازم يجي عشان يقدر يستثمر فيه بدانه بنعرف أنه دخلوا على هويلوند تاع أطلنطا اليوم ودفعوا 50 مليون يورو وهنا هويلوند طبعا واضح أنه يا بين أطلنطا أيضا يا من يونايتد يا باريس دخول باريس حيخليهم يحققوا الرقم اللي بدهم إياه بالنهاية أنه خلص باريس ومن يونايتد بتنافسوا واحد منهم رح يأخذ هذا الشاب الموهوب ويدفع عليه 60 أو 70 مليون يورو وأيضا هذا اللاعب عمنا عنه بروفايل كامل قبل أكمل أسبوع بس لو طلع إمبابي باريسا جيرمان حيفكر بمهاجمين مهاجم أصلا نقصه بالأساس بعد خروج ميسي وأيضا واحد مدى الإمبابي وهون ممكن شوفوا بتحرك على جونزالو راموس على سبيل المثال صفته يعني ربما يكون أقرب ما يمكن لأفكار لويس انريكا ممكن يرجع لفكرة كولوموانين ممكن أيضا يروع بلاهوفيتش فأيضا إمبابي لو يتحرك ويروع ريال مدريد بفتح مجال لصفقة أو صفقتين هجوميات في باريس سان جيرمان عشان هيك سوق المهاجمين بالأسماء اللي تعودنا نسمحها بالسوق معطلة فيه اثنين معطلين السوق أيضا جواو فليكس لو تحرك من أتلتكو ممكن أتلتكو يفاجئنا ويروح على لعبين من اللي اسمعنا فيهم وذكرت أسماءهم اليوم من اللي هم من الشباب الموهوبين واللي بلحبوا بأندي مش كبيرة بس الجميع بيعرف انهم مهاجمين كبير فمسألة سوق انتقالات المهاجمين بصراحة حتى اليوم مخيبة لذن أبطأ بكثير مما توقعت لكن أول ما يطلع هاركين أو نعرف مصير هاركين أول ما يطلع كليان إمبابي أو نعرف مصير كليان إمبابي السوق حتكون هي فعليا تقريبا سوق مهاجمين بس لأنه كل لعب رح يتحرك رح يترك فراغ ويجي واحد بداله الاندي الكبيرة تاخد من الاندي الأصغر شوية والاندي الأصغر شوية تاخد من اللي أصغر منها بشوية وهكذا حيصير في ما يشبه شلال صفقات المهاجمين لو تحركوا هذين خلونا نشوف شو حيصير لنهاية هذا السوق كنت معكم أنا محمد عواد موجود في سبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة